السلام لبنائي تسبح خير عليكم جدكم في وصفة الطاكوس وصفة سهلة وميجيكم شناشف كما راكم تشوفوا بصرصة اقتصادية بدون كرين فريش اذا كلتو تعارفوني نكره هلا كرين فريش سما نستعملها غير في الحويج الاساسيين الهنا راح نعطلكم هذي الوصفة ما فيها والو ثانية هذي صرصة الجبن اقتصادية ورح ان شاء الله يجب عليكم كمية زكية وكمية لبس بها نروحو للوصفة وش عندي عندي لهنا صدر دجاج خمسين نلف مقطع الى شرائح صغيرة زيت له مورف صغيرة مطارد قطعتها شرائح مشي لازم اختيارية عندي ربع مغارف زيت عندي خل ابيض حوالي زوج مغارف مع هاد نوس مقطع فلفل اسود فلفل احمر كسبور زنجبيل ملح وثوم وشوي يهكركم وزبدة البنت باش اجيكم مطرية هذو هم التواب اللي نحتاجوهم درت منهم شوي شوي فيها فيهم وخلط خلطوها بيديكم باش هذك الجاجة البنت يتشرب مليح مليح والجاجة البنت دايما قطعوه شرائح صغيرة من بعدها بعد ما قط تبلتو مليح ولد غطيتو حاطيتو في الفرجدير حوالي ساعة ولا شرب هذيك التواب المليح ومن بعد وشو رو حدرت حاطيتو فيه مقلة سخونة كيماناكم متشوفو وخلطو هاتو نقلي فيه خلطو قليتو مليح مليح من بعدها غطيت عليها البنت كيماناكم متشوفو وخلطو طاب غطيوها البنت مديدو الووالو الجاج كون اديدو الوالوه يروح له ذاك القوتعو سيما غطيوها خليوه يطيب فيه عقله من بعدها وخليوه ينشف لازم ينشفانا مرة مرة ودوكان روحو للسطرسة تعلجبن هذي الساهلة مفيها وعندي زوشكي سين ونص حليب حليب عادي يعني بارد درت له مغرفة ونص نشا وزيت له شوي يهف الفل اكحل على راس المغرفة وشوي يهثوم مرحي ثاني على راس المغرفة وملح الملح ما تكثروش على البنات خلط بارد في بارد من بعده حطيتو فوق النار لازم نلقات تكون ناقصة والتحريك المستمير للبنات ما تغفلوش عليه نقعدو نخلطو نخلطو كي نشوفو هذك الحليب حي هز الغالية نولي ونروحو نزيدو له فرميج وزبدة وعندي مغرفة صغيرة زبدة ومارغارين وعندي اللي هنا فرميج أنا قدرت هنا فرميج شيدار بسحلي ما عندهاش تقدر تدير فرميج ليطالي اي فرميج يكون عندكم زوج مغارض وكبار ونكملو نخلطو حتى نشوفو هذك السلسة عقدتو مليح مليح من بعده نطفيو عليها المهم البنات نعودو نقول لكم التحريك لازم تحركو لازم تحركوها سينو هذك اللي نشارحي كربع لكم ودركو بعد ما وجدتلي نروحو نجيبو الجاج لي ثاني كان طاب وروح جبت سلسة الجبن خلطتها مع الجاج كما راكم تشوفو شوفو كفاشتو لي زيكية وفي نفس الوقت هذك الجاج يطرى لكم يجيب بزيف ابنينا وما يدي لكمش بزيف هذك تشوفو انا هذي اللي انا خمسين نلف ولا غرب قاتلي منها وذو كان نروحو نعمرو هذا الخبزة اللي بنات كنت شاركتو معاكم ذو نحط لكم الوصفة في صندوق الوصف كنت درتو في رمضان يعني هذي الوصفة ما نبدلهش خاطر ساهل وما فيها ويلو من بعد بديت نعمر عادي كما راكم تشوفو طريقة التاكوس نحطوه في الحشية هكذا على الجنب ونبدأ ونعمره الهنا ثاني فورمات شيدار مشي لازم خاطر انا كنا درنا انا كان عندي بركة ولي تستعملتو بصح ماهيش لازم خاطر السلسة اعنا دي جاري غير فراميج وحطيت شوية سلاطة شوية طماطم سلاطة وطماطم اللي بنات دايما ملحوهم ذريوا عليهم شوية ملح برك ما تكثروش بزيف ذريوا برك ومن بعدها ابداو احشو بيهم اللي احنا اللي بنات شوفو انا هذي خمسين نرب دارت لي ثمانية وكبار الله يبركي ما راكم ما تشوفو فيهم وبقات لي خاطر هذيك الجيش كديرولو السلسة كشغلتو لي زيكيا اصلا في حد ذات هذيك السلسة جي زيكيا هذي هي شوفو ذوك ان نعتهم لكم اللي اهنا نحا ما حبيش نقطع الفيديو باش تشوفوهم كيفاش ثكرتهم نثكروهم ملح باش ما يسيحو لكمش تحبو تديروهم كبار تحبو تديروهم صغر تحبو تديرو على الحشية باش يجيوكم صغر ولا تديروهم بطول ها ما اللي احنا تقول لكم اللي بنات دارو لي ثمانية الحمد لله او اللي احنا هاي شوفو بقات لي حق زوج ذوكان روحون طيبهم انا اللي احنا عندي هذي البانينيز خليتها سخنة مليح مليح من بعدها وليت حاطيت طاكو ستعي باش يطيب ما تلضوش عليها كي تسكروها سنو تتبعضوا تسيحلكم والله هنا طيبتها في المقلاء انا جوبخي فاغة البنات طيبوا في المقلاء خير وخير بتاع المقلاء يجيو خير والله هنا نبديت نطيف فيهم بارك منتحركت منه ومنه على الجوانب حتى نطابوا مليح مليح شوفوا الله يبارك بعد ما قسمتها شوفوا الله يبارك كيفاش يجيو جاي هذه كسلسة رائعة شوفوا الفرماج كيفاش يجي سايح ومي يجي شناشف فانا نشتي طاكو اسلم يكون شناشف هذا شهيتكم في الجنة البنات وفي الاخير البنات ابقوا على خير تلاقيوا ان شاء الله في فيديو جديد دعوتكم الممى بشفى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر